المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاجر أعلنت من دابلن أن شركة أبل لم تسدد بعد الضرائب المتوجبة عليها لإيرلندا مع العلم أن المهنة المعتطلها قد انتهت في الثالث من كنون الثاني يناير هذه الضرائب قيمتها 13 مليار يورو وتشرح فيستاجر إنه أمر يصعب القيام به لأن المبلغ كبير لذا يجب إيجاد طريقة لذلك إنه ليس حسابا تصل قيمته إلى 25 أو 30 مليون يورو كما في العديد من الحالات بالتالي أني أقدر مدى تعقيدات المسألة وقد تأخذ وقت أطول من المهلة المحددة لها العام الماضي وجدت المفوضية الأوروبية أن عملاق التكنولوجيا استفاد من مزايا ضريبية في إيرلندا على مدى 11 سنة وقضت بأن يسدد المبالغ المتوجبة عليه لكن إيرلندا وأبل استأنفاء القرار هذا وخلال الأيام ستقوم أبل بنقل إدارات العديد من تطبيقاتها إلى مدينة كورك الإيرلندية